كمامة قد تحميك من الوباء وقفاز ربما يبقيه بعيداً لكن خطراً أكبر يطارد قبيء الحاحن ولا تملك في مواجهته إلا علم وهتاف اقتصاد يواصل التداعي ولا بوادر عن انفراجة في الأفق أول المعارضين لخطة إنقاذ الاقتصاد اللبناني هم أول المعنيين بها فالمصارف اللبنانية وصفت الخطة التي ستشكل أساس المحادثات مع صندوق النقد الدولي بأنها تقود الثقة في البلاد جمعية المصارف أكدت أنها لا يمكن أن توافق على خطة لم تتم استشارتها بشأنها رغم أنها جزء أساسي من الحل وأضافت أن الخطة تمس بالملكية الفردية وتعيق خطة الاسثمار وبالتالي احتمالات انتعاش الاقتصاد كما اعتبرت الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات غامضة وغير مدعمة بجدول زمني ولا تعالج الدغوط التدخمية ما قد يؤدي إلى تدخم مرتفع جدا التخوف من الخطة لم يقتصر على الاقتصاديين فحسب بل والسياسيين أيضا الذين اعتبر بعضهم أنها تنقذ من صنع الأزمة وتعاقب المدعين هذه الخطة عم تتناول الموضوع وكأنها شركة أعلن إفلاسها وأنه يجري عملية توزيع الخسارات على مختلف الفرقاء وفعليا حتى هذا التوزيع توزيع غير عادل لأنه يصار إلى معاقبة المدعين بدلا من المعاقبة الأشخاص الذين تسببوا بهذه أو الفرقاء الذين تسببوا بهذه الحالة فالركيزة الأساسية للخطة تعتمد على تغطية جزء من خسائر القطاع المالي بنحو 70 مليار دولار عبر اقتطاع رؤوس أموال والسيولة من كبار المدعين واستعادتها لاحقا أملا في أن يفرج المانحون لأجانب عن حوالي 11 مليار دولار تعهدوا بها في مؤتمر باريس عام 2018 الخارجية الفرنسية رحبت من جانبها بالخطة اللبنانية ودعت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية دون تأخير لكن هناك من يرى أن الشارع الغاضب لا يتحمل إجراءات تضع الحمل الأكبر على كهله وسط ثقة منعدمة في اقتصاد لم يعرف معه طوال سنوات إلا الهبوط ترجمة نانسي قنقر